عموماً النادي الأهلي استحق الفوز اليوم استحق الفوز في المباراة الماضية النادي الأهلي يسير بخطة سابتة جداً نحو الرقم 44 ليه ده حصل ليه منظومة كلها سليمة إدارة سليمة جهاز فني فيه مدرب أنا قلت كتير ده رأيي برضو الشخصي ده أفضل مدرب أجنب جي مصر ولعبين مميزين والتدوير في اللعبين كان ممتاز جداً وأهم حاجة عملها مارس الكولر أهم حاجة واللي منجح الأهلي معاه بشكل رائع جداً هو العدل هو راجل عدل اللعب اللي بيلتزم بالتعليمات موجود اللعب اللي بيلتزمش مش موجود وبساطة شديدة مين بقى الأسماء مش مشكلة زي بيقولوا كده إيه مش بيعتمد أسماء مبيعتمدش أسماء مارس الكولر ما بيعتمدش أسماء الجاهز واللي بيركز واللي بينفذ التعليمات موجود في الملعب مش معايا يبقى أنت مش معايا تعالي أقولك الوضع بالنسبة لمباريات الأهلي والبيرامدز اللي فضلة ليهم لاتنين عشان تعرف برضو الأهلي فضل له إيه وتعرف ليه مارس الكولر النهاردة لما تسأل في المؤتمر الصحفي الأهلي كسب الدولة بالنسبة كم في المية قال لهم صفر في المية لسه لسه ما حصرش عشان مباريات اللي جاية للأهلي مش قليلة تعالي نشوف الأهلي فضله المصري يوم 26 يوليو وبعد كده السيراميكا كليوباترا 29 يوليو وبعد كده البنك الأهلي 1 أغسطس التلت مباريات دول جامدين جدا مبدئيا يعني بعد كده هيلعب من كنول العرب 4 أغسطس ثم سموحة 8 أغسطس وبعد كده زيت 11 أغسطس ويوم 14 من نفس الشهر هيلعب انبي ثم يوم 17 هيلعب مودرن فيوتشر في آخر مباراة فالدوري لسه مخلص تعالي بقى كمان تشوف بيراميدز بيراميدز فضله خمس مباريات فضله الزمالك واخد بالك الزمالك يوم 26 يوليو يوم 30 هيلعب فاركو ثم هيلعب زد يوم 4 وثم الداخلية 14 أغسطس ثم أخيرا طلع الجيش يوم 17 أغسطس مباراة بيراميدز هي أقل وكمان ربما أسهل شوية باستثناء طبعا تحديدا يعني الزمالك وزد دول اللي ممكن يدايقوه بيراميدز شوية 2-3 ممكن